تعمل إيه لو قلتلك على مكان واحد تقدر تستخدم منه أفضل موديلات الفيديو والصور الشهيرة من مكان واحد زي أشهر موديلات لعمل فيديو بالزكاء الاصطناعي ميني ماكس ولوماري أو زي أفضل موديل لتصميم الصور بالزكاء الاصطناعي فلاكس برو وكمان فلاكس ألترا وبدون علامة مائية ده غير الموديل الثوري الجديد من أداة اليوم اللي هتقدر تعمل به شخصيات افتراضية مثل الواضحة أمامكم تتحرك وتتكلم بكامل الجسم وكمان هتتعلم كيفية عمل مثل هذه الأمثلة بصورك أو صور شخصيات المشاهير تابع معايا الفيديو للنهاية علشان تعرف كل التفاصيل الجديدة في هذه الأداة الرائعة وطبعا ما تنسوش الدعم باللايك والشير أداة اليوم الرائعة اللي تكلمنا عنها أكتر من مرة في القناة هدرة أصدار التحديثات جديدة على الموديل الرئيسي بتاعها يمكنك عن طريقه جعل أي شخصية تتكلم بكامل الجسم كما هو واضح أمامنا وأيضا يمكنك عن طريقها تشغيل بعض موديلات الفيديو الشهيرة زي لومة وميني ماكس كمان يمكنك عن طريقها تشغيل أفضل موديل لعمل صور بالذكاء الاصطناعي فلاكس ألترا كل ده متوفر خلال الخطة المجانية وده اللي هنشوفه دلوقتي لما بتعمل حساب مجاني على هدرة بيديك حوالي 400 كريدت في الشهر خليكم معايا علشان الكلام اللي جاي مهم جدا لو بدأنا بالصور في أي مكان عن موقع هتضغط على image هتطلع لك الشاشة دي لو نزلت بقى هنا وضغطت على الموديلات المتاحة بصوا كان موديل متاح مبدئين كده عندك فلاكس برو 1.1 وفلاكس 1.1 ألترا وإيديو جرام وموديل جوجل إماجين سري مفيش أي موقع تاني حيتيح لك استخدام هذه الموديلات بقى رائعة عن طريق الخطة المجانية لو ضغطنا على فلاكس ألترا من هنا طبعا بتختار المقاس هنكتب برومبت بسيط جدا طبعا ما تنساش قبل ما تكتب البرومبت بتاعك أنك تشوف الموديل اللي انت هتستخدمه هيكلفك قد دي يعني مثلا الاستخدام الواحد لفلاكس ألترا بيكلفنا 10 كريدت من 400 مجانيين بينما إيديو جرام بيكلفنا 14 كريدت هنكتب في البرومبت محارب عربي عجوز راكب الحصان بتاعه وعلى وجهه علامات جادة تعالوا نشوف كده هيتطلع لنا إيه دي الصورة النهائية لو ضغطت على زراردة بتقدر أنك تنزلها ودي الصورة بالحجم الطبيعي عايزكوا بقى تشوفوا كمية التفاصيل لما نكبرها المية في المية شايفين تفاصيل الوجه والشعر عاملة إزاي حاجة في منتهى الدقة حتى الملابس أنت قادر تشوف أدقة تفاصيل في القماش بتاع الهدوم اللابسة الشخصية لو في ميزة واحدة ترشح لي استخدام هذا الموقع هتكون ميزة إنتاج صور واقعية وعالية الجودة وذاتة تفاصيل رائعة طب ده في حالة كتابة برومبت سهل ما لو كتبنا برومبت معقد شوية إيه اللي هيحصل أو إيه النتيجة علشان أحسن جودة البرومبت واضيف فيه تفاصيل أكتر ممكن استخدم أداية زي برومبت إكستندر ودي أداية مجانية كل اللي أنا هعمله إن أنا هعمل بيست لنفس البرومبت الأديم هنا واضغط على سبمت هيديني هنا برومبت محسن وفيه تفاصيل أكتر وكل مرة بتضغط على سبمت بيديك فكرة مختلفة طبعا الأداية دي هاسبها لك في وصف الفيديو هارجع تاني على هيدرة واستخدم البرومبت الجديد تعال نشوف كده هيتطلع لنا إيه طبعا نتيجة مختلفة وأكثر دقة وده بين في تفاصيل الوجه والملابس وده شكل الصورة بتكبير 100% طبعا زي ما انت شايفين تفاصيل الوجه رهيبة وواضحة جدا والتفاصيل بتاعة النقوش على الدرع وفي الملابس والشعر عالية الدقة طبعا فلاكس ألترا هو أفضل موديل ممكن تحصل منه على صور واقعية عالية الجودة ودي تجربة تانية لبرومبت متوط شوية مكتوب فيه تفاصيل أكتر تعالوا نشوف كده حيطلع لنا إيه ودي النتيجة النهائية طبعا التفاصيل في الصورة روعة الروعة مبدأين الصورة حجمها حوالي 5 ميجا وده شكلها بعد التكبير بالنسبة 100% طبعا تفاصيل رائعة موجودة في الصورة شايفين السيف طالع إزاي والنار اللي طالع منه حاجة رائعة جدا طب لو استخدمنا نفس البرومبت ده مع موديل إيديو جرام اللي هو مفروض اللي استخدام الواحد ليه هيكلفنا حوالي 14 كريدت تعالوا نشوف دي النتيجة النهائية طبعا بالنسبة لي الصورة اللي حصلت عليها من فلاكس ألترا أفضل بكتير من إيديو جرام مع أن إيديو جرام بيكلف كريدتس أكتر خلونا نعمل صورة تانية عشان دي حنستخدمها في إنها تبقى شخصية افتراضية تتكلم نفترض مثلا أنا كتبت البرومبت ده وده أحاول أسيبه لكم في وصف الفيديو ممكن تعديله عليه عشان تحصلوا على شخصيات مشابهة وده النتيجة اللي طلقتلي ده ممكن مثلا يبقى شخصية يوتيوبر يتكلم مكانك في الفيديو وحاولك إزاي تعمل حاجات زي كده بصورك الشخصية وحلغط على ريميكس إن فيديو عشان أستخدم الصورة دي في عمل فيديو فتح لي شاشة الفيديو وفيها الصورة اللي احنا ولدناها علشان نخلي الشخصية دي تتحرك بالكامل هنا هتلاقي اختيار الموديل وفي ميزة رهيبة جدا إن انت ممكن تختار ما بين أكتر من موديل مشهور أشهرهم طبعا لوماري وميني ماكس لكن دول بيحركوا الصور بس أو بيحاولوا الصور للفيديو لكن عشان نستخدم الكلام كمان لازم استخدم موديل هيدرا كاراكتر سري الموديل الجديد الخاص بيهم ممكن كمان لو انت مشترك في الخطة المدفوعة تستخدم موديل فيو تو أو كلينج وان بوين بوينت سيكس هنختار هيدرا هنا انت مش بتكتب رومبت للفيديو انت بتكتب الشخصية دي الأحاسيس بتاعتها إيه هل هو مبسوط ولا زعلان ولا رفع إيده ولا بيتحرك إزاي ولا بسس للكاميرا لو عايز أمثلة ممكن تضغط على الزرار ده يعني مثلا هنا هو كتب لك إيه إن هو بيبوص حواليه هنا بيرفع إيدي وينزلها وهو سعيد هنا مثلا إن مفروض إن هو بيحرك إيدي وهو بسس للكاميرا تعالوا نسيب ده بعد كده عندي اختيار Add Script لو ضغطت عليه ممكن أحول النص لصوت أكتب له نص بالعربي وخلي الشخصية دي تتكلمه أو أستخدم صوت متسجل بصوتي أو لو أنا عندي صوت جاهز أستخدمه ممكن نجرب مثلا نستخدم صوت مسجل بصوتنا هضغط على Record Audio ثم أضغط هنا وأبدأ التسجيل أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة بسيطة تيوب النهاردة هنتعلم إزاي ممكن نعمل شخصيات افتراضية تتكلم بكامل الجسم في الفيديو ده الصوت طبعا اللي أنا عملته أو اللي أنا سجلته وفي هنا بقى اختيارات لطيفة جدا أول حاجة أنه هو ممكن يشلك الضوضاء من الصوت اللي أنت مسجله يعني حاجة أنه هو ممكن يغير لك الصوت بصوت من الأصوات اللي موجودة هنا خلينا مثلا نختار الصوت ده ثم أضغط على Add to Video خلصت كل حاجة هضغط على الزرار ده علشان يعمل لي الفيديو النهائي ممكن في أي وقت طبعا لو ضغطت على Library هيتلع لك كل الصور والفيديوهات اللي أنت عملتها ده آخر فيديو احنا عملناه تعالوا نشوف كده أهلا بيكم في الفيديو بدينا وقناة بسيطة يوم النهاردة احنا نتعلم إزاي همكن نعمل شفصيات افتراضية بتكلم بكامل الجسم في الفيديو طبعا نتيجة رائعة أولا الشخصية بتتحرك بالكامل يعني مش الرأس بس زي ما كنا متعودين قبل كده ثانيا غير صوتي لصوت تاني مختلف تماما وده نفس المثال بصوتي الأصلي أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة بسيطة يوم النهاردة احنا نتعلم مع بعض كفية عمل شخصيات افتراضية زي اللي انتوا شايفينها دي طبعا نتيجة جميلة جدا وفي منتهى الروعة انت كمان لو استخدمتوا مع صور مشاهير هتحصل على نتائج أكثر من رائعة زي المثال ده مثلا لشخصيات افتراضية زي اللي انتوا شايفينها دي نفترض ان انت عايز تحاول صورتك أو صورة أي شخص آخر علشان تستخدمها كشخصية افتراضية هنستخدم الاداة دي اللي هسيبها لك في وصف الفيديو اسمها ودي بتشتغل على من هنا هتختار صورة وجهك أو وجه الشخصية اللي انت عايزها انا مثلا اخترت صورة الفنان كريم عبدالعزيز هنكتب هنا نفس البرومبت بتاع الشخصية الافتراضية لو نزلنا تحت هنسيب كل حاجة زي ما هي كل اللي هعمله انا هعدل المقاس لان انا عايز مقاس 16-9 ثم بعد كده هلغط على دي الصورة النهائية وميزة الاداة دي انها مش بتغير ملامح الوجه فقط ولكنها بتغير ملامح الرأس كلها هضغط على الزراضة عشان نعمل دونلود للصورة هستخدم الصورة النهائية واسجل صوت بصوتي اذا مش هرحنا قبل كده على موقع هدرة ودي نتيجة النهائية للفنان كريم عبدالعزيز وهو بيتحرك لكن بيتكلم بصوتي ولكن طبعا الجسم كله هو اللي بيتحرك لو عايز طبعا تغير الصوت لصوت كريم عبدالعزيز الاصلي ممكن تراجع الفيديو للظاهر قدامك على الشاشة علشان تعرف كيفية استنساخ الاصوات وتغير الصوت بتاعك لصوت الشخصية الاصلي ايضا من مميزات موقع هدرة ان هو بيتحرك استخدام موديلات تانية لتحويل الصورة او النص الى فيديو لو ضغطت هنا هتلاقي عندك كمثال لوماري وميني ماكس هفضل واحد فيهم طبعا لوماري لو اخترناه هنفترب مثلا انا عندي صورة زي دي كنت عملتها برضو على موقع هدرة بموديل فلاكس ألترا هضغط هنا واختار الصورة من على جهازي طبعا الموديلات التانية يا جماعة تدعم التحريك فقط لكن الصوت متاح فقط في موديل هدرة كاركتر مكتبت في البرومبت ايجيبشن ووريور ريزنج هسورد توزا كاميرا سيريس فيس اكسبريشن مقاتل مصري يرفع سيفه للكاميرا وملمح الوجه جادة تعالوا نشوف النتيجة دي النتيجة اللي حصلت عليها من لومة ري طبعا نتيجة ممتازة جدا والاناميشن فيها واضح وجميل جدا وده مثال تاني لنفس الصورة ولكن باستخدام موديل ميني ماكس طبعا حاجة عظيمة جدا الشخصية بتقلع نظارة وبعد كده بتختفي في الضباب حاجة تانية أخيرة مهمة حابب أضفها لو انت عايز توصل للشكل القديم اللي كنا شرحناه في الفيديو اللي ظهر قدامكم على الشاشة حتضغط على علامة البروفايل بتاعك وتختار من هنا Legacy Character App هيفتح لك الشكل القديم اللي كنا شرحناه صادقا على القناة نفس الكلام لو اخترت من هنا Legacy Stylize App هيفتح لك الصفحة القديمة بتاعت البرنامج اللي كنت وتقدر تعمل منها أكتر من Style للصورة بتاعتك بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة أتمنى انتوا تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو وتنساش اللايك والشير لأن دعمكم بيسعيدني على استمرار في تطوير محتوى للأفضل واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله